الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية ما أطلب رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان من رئيس بعثة الأمم المتحدة في سودان فولكير بيرتس الذي سبق وأنهدد البرهان بطرده بسبب ما أسمه التدخل في شؤون البلاد تصريحات البرهان جاءت خلال لقائه مع رئيس بعثة يونيتامس فولكير بيرتس في الخرطوم للحديث عن الإحاطة التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد رئيس مجلس السيادة السوداني اعتبر تلك الإحاطة غير شاملة للأوضاع العامة وغير مصاحبة للمؤشرات التي وصفها بالإيجابية على الأرض فيما أوضح رئيس بعثة يونيتامس أن تقريره المقدم لمجلس الأمن يعتمد على المعلومات والتقارير التي يعدها مكتبه في الخرطوم وأبدى استعداده لمراجعة أي معلومات غير دقيقة وردت في خطابه وفي إحاطته لمجلس الأمن الأثنين الماضي قال بيرتس أن السودان يتجه نحو انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة مشيرا إلى ضرورة استئناف الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين الذين أطاح بهم البرهان في انقلاب عسكري العام الماضي وكانت تصريحات رئيس بعثة يونيتامس قد دفعت بالبرهان إلى دعوة بيرتس بعدم تجاوز تفوض بعثته وتهديده بالطرد من البلاد وتقود بعثة يونيتامس عملية تشاورية للأطراف السودانية ضمن مساعا لتسهيل المحادثات بين الأطراف المدنية والعسكرية وسط احتجاجات حاشدة مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبات بإعادة السلطة للمدنيين اشتركوا في القناة